اشتركوا في القناة وعمق العلاقات الراسخة التي تجمع قيادة البلدين والسعي نحو دعم مسيرة التعاون الثنائي كما تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات تاريخية وطيدة كذلك أقام أمير البلاد مادوبة إفطار على شرف رئيس الوزراء البحريني بمناسبة زيارته للبلاد يصل إلى البلاد يوم غد الأربعاء أمير دولة قطر الشيخ تميمة بن حمد بن خليفة الثاني والوفد المرافق له في زيارة أخوية للكويت يقدم خلالها التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وفقت لجنة الشؤون التشرعية والقانونية البرلمانية على اقتراح بقانون يقضي باعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية وآخر بمنح الموظفة الكويتية علوة اجتماعية وعلوة أبناء إذا كان الزوج لا يتقاضاها وقال رئيس اللجنة أن أبو محمد الدلال إن اللجنة وافقت بالإجمع على مقترح قواعد الحوكمة وستحيله إلى اللجنة المختصة للنظر فيه موضحا الموافقة أيضا على اقتراحين بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار اعتماد قواعد الحوكمة بنص قانوني في المؤسسات الحكومية والهدف من هذا القانون في النهاية هو أن يكون هناك أداء لضبط الجودة وحسن الإدارة وتفعيل المسؤولية والرقابة في كل مؤسسة حكومية هذا موجود في بعض الدول العربية وموجود على مستوى العالم عاني الكويت أنها تلتزم هذا من شأنه في حال الالتزام أن يرقى بالمستوى الوظيفي للمؤسسات الحكومية والعاملين فيها والأداء الوظيفي ويغلل من حجم الفساد على همش جولته التفاقدية على مسجد الدولة الكبيرة أكد وزير الأوقافة الشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عدم وجود مخالفات بشأن جمع التبرعات داخل المساجد خلال شهر رمضان المبارك أضح الوزير أن الأوقافة تنسق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بغية إتمام عملية جمع التبرعات داخل المساجد على الوجه الأكمل ودون مخالفة القوانين ذات الصلة ما عندنا شيء مخالف القانون إذا فيه أشياء طبعاً فيه ترتيب بينه وبين وزارة الشؤون على هذا الأمر وإذاك شيء خالف القانون أكيد ما رح نقبل فيه عرصنا بهذه النقطة خلي طلعنا تعميم أيضاً بخص هذا الشأن فكل إجراءات اللي فيها أخطاء أو اللي تخالف القانون هذي لن نسمح فيها والخوان في وزارة الأوقاف يعني قايمين في جهد كبير حقيقة يشكرون عليه وقاعدنا جني تنمار جهدهم في هذه الأيام المباركة في لقاء مع الراية قالت الطالبة بالصف الحادي عشر بأكاديمية الإبداع الأمريكية للبنات موض العجمي إنها تمكنت من أعداد بحث علمي لعلاج مرض السرطان مشيرة إلى أن نتائج تجربتها أسفرت عن تكشاف المركب الكيميائي كلوريت الصوديوم المحمض وعلاجه لخلايا مصابة بالسرطان بنسبة 93% يذكر أن العجمي فازت بالمركز الأول في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الخامسة التي يقيمها الناد العلمي الكويتي حبيت أني أجرب مادة كلوريت الصوديوم على خلايا السرطانية بديت أول شيء بالمدرسة وبطلال من المجال أن نسوي بحث علمي عقب رحت حق كليات الطب وبطلال المختبر هناك وحطينا المادة كلوريت الصوديوم المحمضة على خلايا السرطانية والحمد لله في خلال ثلاثة أيام تعلج 93% من السرطان كان في أجهزة متنوعة تحسب هذه النسبة والحمد لله حسبناها وطلعت المختبر اللي أنا كنت فيه ما كان متوفر المايكروسكوبات والأجهزة اللي أنا كنت أبيها فلو يكون المختبر مجهز بأشياء تكنولوجيا متطورة أكثر وطبعا أنا لو أكملها الحين أحتاج أن أكون أجرب على فئران تجارب وهذا ما أقدر أتوصل له إلا من جهة تكون أفشل ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 16 سنة في تداولات أمس ليبلغ 48 دولار و57 سنة وفي الأسواق العالمية ارتفع تسعر النفط قليلا وسط تعاملات ضعيفة نظرا لعطلات عامة في الصين والولايات المتحدة وبريطانيا مع سمرار الحذر في السوق حيث غطت زيادة أنشطة الحفر النفطي في الولايات المتحدة على خفض الإمدادات بقيادة منظمات أوبك ختام المجز في أمان الله اشتركوا في القناة